يوصل لنا برنامج إمكانية إنشاء صفحات WebPages بدون معرفة سابقة باللغة HTML التي تستخدم لتصميم صفحات الويب ويمكننا إنشاء صفحة جديدة من البداية أو باستخدام أحد النماذج سابقة الأداد Templates وسوف نتعرف الخطوات القادمة على استخدام النماذج Templates لإنشاء صفحة WebPages سنفتح القائمة File ونختار New ومن لوحة الوظائف New Document نختار General Templates ثم نختار لوحة المتغيرات WebPages ونختار النماذج English Personal WebPage وذلك لإنشاء صفحة تحتاج على البيانات الشخصية لأحد الأشخاص ثم نضغط OK فيتم فتح النماذج في نظام العرض WebLayoutView فنقوم بتعديل الكتابات الموجودة في النماذج بالشكل الذي نريد ويمكننا إضافة المزيد من التحسينات إلى الصفحة باستخدام الأعدادات Teams سابقة الإعداد التي يوفرها البرنامج وهذه الأعدادات Teams تتحكم في عدد من خواص السابات مثل الحجم واللون ونوع علامات التنقيذ والترقيم Bullet Plan Numbering المستخدمة وغيرها من الخواص الأخرى سنفتح القائمة Format ونختار Theme فيظهر المربع أحواري Theme ومن الجزء Choose Theme نختار التنفيق أو الأعداد الذي نريده ثم نضغط OK فيتم تطبيق التنفيق على المستند مباشرة ثم نضغط على المفتاح Save من شريط الأدوات فيظهر المربع أحواري Save As الخرش لفطحات الويب سنقوم بحفظ الملف بالإسم والمشار الذي نريده ثم نضغط على المفتاح Save ونرى أن هذا المستند يحتوي على العديد من الروابط الداخلية Anchor حيث نرى في الجزء العلوي من المستند مجموعة من الموضوعات وكل موضوع من هذه المواضيع يحتوي على رابطة تشعبية Hyperlink تعمل على الانتقال إلى الجزء الخاص بالبنود المتعلقة بهذا الموضوع داخل المستند ولاختبار هذه الروابط داخل برنامج Microsoft Word نضغط على المفتاح Control أثناء الضغط بمؤشر الماوش على الكتابات التي تحتوي على هذه الروابط سيتم الانتقال إلى البنود الخاصة بهذا الموضوع داخل المستند ونرى الرابطة Back to Top وبالضغط على هذه الرابطة أثناء الضغط على المفتاح Control يتم الانتقال إلى أعلى المستند الحالي وفي الأجزاء القادمة سوف نتعرف على كيفية إنشاء هذا النوع من الروابط ترجمة نانسي قنقر